اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من اميرا في المطبخ على cbc سوف رمعكم على الهوى ان شاء الله من 4-5 مستني كل تليفوناتكم على 236 الاسم اسس على 92173 النهاردة مكاملين احنا لسه في الاسبوع بتاع الاطفال في الوصفات بتاعة العودة الى المدارس النهاردة هنعمل العجينة السحرية طلبت مننا مليون مرة فالنهاردة هنستخدمها هنعمل منها المانكي براد لان احنا زي ما قولنا ينفع نعمل منها اي حاجة في الدنيا وبواعدكم انه هيبقى في حلقة قريب جدا نطلع منها حلو وحادق في نفس الحلقة ونعمل منها حشوات كتير فحاضر هنعمل كده بس النهاردة هنعمل منها المانكي براد بعد كده عندي مكاملين برضو وصفات لطيفة جدا اهم حاجة في الوصفات بتاعة النهاردة انها زي ما احنا متعودين من اول الاسبوع بتتخزن في الفريزر بعد ما اخبز اشيل في الفريزر اطلع اسيب تفك على التربيزة بتاعة المطبخ وحط للولاد على طول في اللانش بوكس اول حاجة هنعمل العجينة السحرية ودي هنحفظها لوحدها على جن عشان نعمل منها بعد كده اي حاجة احنا عايزينها وبعد كده هنخش في المرحلة التانية اللي هنحولها لمانكي براد طيب اول حاجة في العجينة السحرية خمسة كوب دقيق ابيض ممكن تقسموه دقيق ابيض ودقيق بني اربع معالق كبيرة من السكر معلقتين صغيرين من الملح معلقتين كبار من الخميرة الفورية اتنين كوب مية دافية اربع معالق كبار لبن بودرة علبة زبادي حجم صغير من غير المية بتاعتها الحجم اللي احنا بنكله الحياة اصغر حاج سادة طبعا من غير اضافات كوباية زيت زتون او زيت دورل اللي ما بيحبش زيت الزتون طيب انا عايزة طب يا شباب عايزة جار فيه مية دافية لو سمحتوا تمام هنعمل ايه هاخد الدقيق هجيب له بس الملح اذا حسيتوا ان الملح كتير انتو مش عايزين الملح يبقى واضح قوي يبقى حيبقى رشة ملح ماشي حال برضو تمام يبقى هنا رشة الملح على الدقيق عليهم السكر الخميرة اللبن البودرة نخلط كل دماء بعضه احنا هنستخدم العجان وانا دايما باستخدم العجان في الهوى عشان الوقت لكن انتو هتعجلو على ايديكو مفيش مشكلة خالص عشان بيجيلي السؤال ده كتير جدا هو ماينفعش على ايدينا حتى الكيكين فعل ايديكو بس بياخد وقت اطول شوية فانا وقت الهوى طبعا مضيق فما بلحقش لكن انتو هتعملوه في البيت على ايديكو مفيش مشكلة يبقى قادي الدقيق عليه رشة الملح عليه السكر اللبن البودرة الخميرة الفورية هحط عليهم الزبادي الزيت وهشغل عشان بعد كده هننزل المية وكالعادة طبعا المية هتنزل واحدة واحدة لحد ما شوف المقدار تمام ولا محتاجة ازياد محتاجة اقل مش هننزل المية كلها مرة واحدة اشتركوا في القناة 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 ان انا نزل انا كده نزلت قدقيه نزلت كوباية وشايف ان المقدار مظبوط جدا مش محتاج الكوباية الثانية حسب نوع الدقيق وحسب الدنيا فيها ايه فعشان كده بقول لكم ادوا نفسكم الوقت طيب حلو قوي في البيت هنعمل ايه في البيت هنسيبها في العجانة بعد ما نديها كمية المية سواء كانت كوباية او كوباية ونص أو كوبايتين حسب ما هتاخد معاكم وحسبها تتعجل لمدة عشر دقايق بعد ما اتخلص عجم حالفها بكيس يكون نضيف وحطها تتخمر حتى اخد وقت التخمير تقريبا من نص ساعة لساعة لربع ساعة بكتير جدا وبعدين هجبها واشكلها كرات صغيرة تمام بعد ما اشكلها بقى الكرات الصغيرة هعمل فيها ايه هاخد الزبدة على النار هنا اخي يدوبك تسيح مش عايزاها تبقى مغلية يعني مش عايزاها تقضح زي ما بنقول لا انا عايزاها بس تسيح هجهز لها بولة نضيفة هحط في البولة دي السكر البني القرفة المفروض بعد ما تشكلوها يعني انا شكلتها اهو سبتها تخمر المفروض بعد ما نزلها في الخليط بتاع السكر البني والقرفة والزبدة ارجع سيبها تاني تخمر زي هنا كده دي النسخة اللي احنا عملناها قبل الهوى عملنا منها الكرات وسبناها عشر دقائيه تستريح وبعدين نزلناها في السكر بالزبدة بالقرفة وبعدين حطناها هنا وبعدين سبناها عشر دقائيه ربع ساعة تاني ترجع تاني تخمر دي خطوة مهم عشان هتديكم نتيجة احسن اوكي ادي الزبدة اهي بتسيح عايزاها انا واقفة جنبها لاني مش عايزاها تفصل يا دوبك عايزاها تسيح عشان اعرف بس ايه اكوت العجينة اهو بس كفاية قوي مع السخونية هي هتسيح بقية ايه الزبدة هحطها هنا على السكر والقرفة واقلب اي بقى قالب اي صنية اي حاجة موجودة عندكم اللي موجود حينفع يعني مافيش مشكلة خالص وبعدين ابتدي اخد نلبس بس الجونتي عشان مش عايزة اوسخ ايهي عشان بتاخد وقتا في الغسيل على الهوى واعنا ما عنديش وقتا اهو هاخد واحدة واحدة وابتدي اغلفها زي ما انتم شايفين كده بغلف في الزبدة اللي تحط فيها السكر البني والقرفة انا سبتة اهو وبعدين هاجبها على الصينية طيب فيه شكلين فيه الشكل اللي هو ده اللي هو طبقات فوق بعضها فهيبقى منكي برد اجي بعد كده اقطع حتة حتة منه واكله وفيه الشكل الثاني اللي هو خلية النحل اللي هي كده اهي ده اوكي ده اوكي حسب الصواني اللي موجودة عندكم حسب الشكل اللي انتم عايزين توصلولوه النتيجة واحدة بالنسبة لي اهو هايل 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 ويتحط بعد كده ممكن كمان في صينية الكابكيك تاخدوا واحدة بس تغلفوها بالزبدة والسكر والقرفة وتحطوها في واحدة بس يعني كل واحدة في الصينية بتاعت الكابكيك لوحدها فتقوموا بعد كده لما تيجوا تدوها للولاد تدوها قطعة واحدة بس ودي برضو تبقى فكرة لطيفة جيدة اهو انا عندي كتير هاجيب دلوقتي صينية كابكيك واا 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 اعمل بيها هنا اريدوا صينية كابكيك جات الفكرة دلوقتي وانا بشتاخدوا اقولوا الفكرة لا اهة اش هقول لا اهو اوكي اهو نحط كده 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 تمام تمام اهو طبعا الطعم مش قادر اقول بقى بيبقى عامل ازاي المفروض اسبها عشر دقائق ربع ساعة لحد ما تتخمر وبعدين ابتدي ايه اتعامل بيها انا ادخلها على طول وهدخل معاها كمان اللي احنا كنا مجهزينها من قبل الهو درجة الحرارة قدي ايه بقى درجة الحرارة اعلى من درجة الحرارة بتاعت الكيك يعني لو انا بدخل الكيك على مية وتمانين لانا هدخل دي على متين متين وعشرين درجة اعلى شوية الشواية مش شغالة من تحت بس اللي شغال والمروحة شغالة ازا موجودة عندكم في الفرن هنشغالها اهي وانسبها تشتغل طيب اي نوع من انواع العجاين يفضل ان انا كل شوية افتح وارش شوية مية بالبخاخة كده او اجيب صنية صغيرة فيها شوية مية سخنة واحطوهم تحت في الفرن بيدي نتيجة احسن لاي نوع من انواع العجاين تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع في المدرسة انا اخدت العجينة وحطتها في الصنية انا اسفة اه الصنية بتاعت الكوب كيك بس كده ليه عشان لما يجيديها للولاد اه واحدة بواحدتها هتبقى اسهل عليهم كتير بس الشواية تشغالة حط فيها وحنركز مع الفرن عشان نطلعه على طول هنعمل بقى دلوقتي عيش بالقرفة والتفاح التفاح ممكن يبقى موز ممكن يبقى كمترة وممكن يبقى تفاح اي لون انتوا عايزينه عندي نص كوباية سكر بني معلقة صغيرة ونص من القرفة تلتين كوباية من السكر الابيض نص كوباية من الزبدة في درجة حرارة الغرفة بطين فانيليا عندي كوباية ونص من الدقيق عندي معلقة صغيرة ونص من الباكينج باودر نص كوباية من اللبن الحليب ووحدة سمرة تفاح تكون كبيرة مش صغيرة متقطع مكعبات صغيرة انا بس عايزة هابص على الفرن بسة عشان حاسة ان في حاجات بدأت تخلص فمش عايزة ايه اطول عليها طيب مدة التسوية قد ايه بالمناسبة دي مدة التسوية من 10 دقائق لربع ساعة فقط لغير ليه عشان ده عجين العجين كل ما بيقعد في الحرارة كل ما ينشف وانا مش عايزاها نشفة فانا دلوقتي اخدت لون من على الوش واستوت من جوه هتأكد بالسكينة اذا كانت استوت ولا محتاجة وقت تاني لاني لو طولت عليها هتنشف ونبقى النتيجة مش احسن حاجة لسه شوي لسه شوي ده منكي برد بالقرفة والسكر هايل هنتخانق عليه كلنا دلوقتي استبر على رأسك كلنا هنقف نتخانق هنا دلوقتي انا بحب القرفة فهاخدها كلها باش هتخانق شدي حد حاجة عاصل طيب تمام تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه اول حاجة هحطها هحط السكر هحط معاه الزبدة في العجان او على ايدي هعجنهم مع بعض الاول السكر والزبدة نقفل ونشغل العجان في الوقت ده هكون هنا بحط البيض وعليه الفانيليا ده هم وعليه رشة الملح نسل البيض والزواج وعليه رشة الملح السكر والزبدة بعد ما اختلطوا مع بعض كويس قوي بيضة بيضة تمام حخلط الدقيق مع الباكينج باودر مع رشة الملح وحبتدي نزلهم معلقة معلقة ابتدي اضيف اللبن المفروض انها تاخد المقدار كله لكن احنا برضو للاحتياط بنزل المقدار واحدة واحدة هقلل بس شوية السرعة عشان ما نتبهدلش بسم الله كويس انضف هنا عشان اخلط في بولة نزيفة هنخلط فيها ايه هنخلط فيها التفاح مع السكر يفضل سكر بني لو ما عندناش هنحط معلقة عسل اسود على السكر الابيض ورشة الارف هنا تمام اه تمام هنا خلاص سوف يأخد بقى القالب يا فاتن احنا معنا فاتن كده نبص على الفرن بس يا فاتن ايوة زيك يا فاتن عاملة ايه الحمد لله كله تمام الحمد لله حبيبتي امور يا فاتن اتفضلي انا بحبت جدا 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 اسلامي انا بحبت جدا جدا اصراج البرنامج بتاعي ما بتبقيت يعني انت بقيت على طول ربنا يخليك يا ربك اترخيرك من زوءك اسلامي شرف لي تفضلي يا فاتن عندك اي سؤال ايوة انا عندي بنت كده عندها ثلاث سنين بس ما بتاكلت وخالص بتاكل ايه طول اليوم ما فيش يعني لانك كده اي حاجة عايز على طول يا بس اكتر حاجة بتاكلها ايه طول اليوم البطاطس المقلية بس خلاص كده وقفي البطاطس المقلية هتاكل شفتين عاملالك كمين وقفي البطاطس المقلية وقفوا الحلويات وقفوا العصاير وقفوا التشيبس اللي بنجيبها من برا ايان كان مركتها وقفوا الكلام ده الولاد هتاكل اللي بيحصل ان احنا طول اليوم بندهم عصير بندهم بطاطس محمرة بندهم تشيبس بندهم شوكولاتة فأكيد حتيجي على معادة الغداء هتكون شبعانة فالحاجات دي لما تقف هي حتاكل لوحدها ووحدة وحدة يعني إحنا مش لازم نخش في صراع مع الولاد ونتخانق معهم ويبقى بالإجبار وحدة وحدة نبتدي ندخلها حاجات نجربها حاجة حبتها نبتدي نشيل مكانها حاجة من الحاجات اللي بتسد نفسها وما هياش مفيدة وهكذا لحد ما هم لوحدهم حيتعودوا أن هم يأكلوا أكل صحي ومغزي وفي نفس الوقت طعمه حلو برضو وإحنا لازم نوجد البديل البديل ده إن إحنا نعمل حاجات ملونة طعمها حلو شكلها حلو عشان ندخلها بدل الحاجات اللي هم نفرين منها فوقفيهم هي حتاكل كويس أنا حطيت هنا المقدار بتاع الكيك هحط عليه المقدار بتاع التفاح اللي إحنا غلفناه باقي الزب بالسكر البني والقرفة طفاح وعليه سكر بني وقرفة حطينا من تحت الخليط بتاع أو المزيج بتاع الكيك تمام كده جداً هنا أنا طلعت المونكي براد وإحنا بنتكلم في التليفون لإنه خلاص استوى أول واحد ولسه الاتنين التانيين بيستووا في الفرن هنعمل إيه لما نيجي نطلقوا من القالب هنعمل حاجة من الاتنين إما نكون حطين ورق زبدة عشان نعرف نطلع بسهولة وهنا الدهن والرشة بتاع الدقيق مش هتعمل حاجة قوي لإن عندي كمية من الزبدة والسكر اتحرقوا وبقوا كرامل فمش هيبقى أسهل حاجة أن أنا أطلعه لو أنا مش حط ورق زبدة تمام؟ أو هعمله في الحاجة اللي هقدمه فيها تكون فيركس شفافة شكلها حلوة تكون طاجن لطيف واسيبه فيها وقدمه معاه أما بنيجي ناكل بقى وده اللي أنا كنت بقوله لكم هنبتدي نطلع حتة بحتتها بصوا أهي واحدة بوحدتها كده وناكلها أو حتسهلوا على نفسكم من الأول لو أنتوا حتخزنوا بعد ما تغبزوا وحتشيروا في الفرن يبقى حتسهلوا على نفسكم وتعملوا في الصينية بتاعت الكاب كيك عشان لما تيكوا تطلعوا للولاد الواحدة بوحدتها تبقى أسهل عليكم أهي زي اللي عملناها دي كده أنا بتهيقلي دي استوت لو أنا مش غلطانة لأ مش غلطانة ودخل مكانها الكيك ودي كمان استوت أهو أول ملائل عجينة طرية لكن مش ناية أقوم تطلعها على طول طيب زي الكيك بالزبط لو ما غطتش الكلام ده بفوتو نظيفة حاجي تاني يوم زي العيش هلاقيه نشف يبقى أنا هعمل إيه؟ هسيبه أول ما طلعه كده أقوم جاي بفوتو نظيفة وأقوم بغطيها بيها بعد ما يبرد تماما هعمل حاجة من الاتنين يا حكيس الواحدة بوحدتها كده وأحطها في الفريزر عشان لما يجي أطلعها للولاد يا إما لو أنا حقولهم في نفس اليوم أو تاني يوم يبقى هحطها في علبة محكمة الغلق زيها أو كيس نيلون نظيف مربوط بس بعد ما يبرد خالص عشان زيها زي العيش عشان ما ينشفش مني تمام؟ نودي دول هناك لا على فكرة عادي دول كوبات قهوة كوبات قهوة الموضوع يكون خلص احنا أكبر من كده بكتير حاجة لتتوقفش في طريقه أهو أهو هنحط لهم بس إيه دي كده طيب معلومة تانية عايزي أقولها لكم الفرن 220 من 10 دقيقة لربع ساعة المونكي برند التفاح بالقرفة هنحطه في درجة حرارة 180 الرفل في النص الشواية مش شغالة المروحة شغالة إذا موجودة وحيقعد حوالي نقول من نص ساعة لساعة لربع ليه؟ لأنه تقيل شوية أتقل من الخليط بتاع الكيك فياخد وقت أطول شوية أنا هنا دول طلعتهم بسهولة زي ما انتم شفتوا جداً لأنها الواحدة بوحدتها التانيين اللي هم على بعض دول لو قلبتها دلوقتي هتتفرهض لأن هم ركبين فوق بعض اللي حيمسكهم في بعض السكر بعد ما يبرد فدي معلومة مهمة في البيت ما تشيلوش المونكي برد اللي انتم عاملينه طبقات أو اللي انتم عاملينه خلية نحل يعني المفروض يبقى ماسك في بعضه ما تشيلوهوش وهو سخر عشان ما يبتديش يتفرفت من بعضه لا ده لازم يبرد أول ما السكر هيبرد والزبدة هيقوموا مسكين تاني إيه اللي عيش في بعضه تمام؟ لكن دول خلاص ما فيش مشكلة وما كده كده كل واحدة لوحدة أوكي هنطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض آخر وصفة لنا النهاردة ونجمع كده كل الوصفات ونحاول نجاوب على شوية أسئلة من اللي عندنا استنونه أهلا بيكو بعد الفاصل إحنا حطينا اللوف أو الرغيف العيش اللي بالطفاح والقرفة المفروض أن أنا ما أفتحش عليه لأنه زيه زي الكيك هيهبط بس أنا برضو عايز أوريكو أن النتيجة بدأت أنه هيبدأ يعلى ما بيعلاش قوي قوي زي الكيك الحقيقة لأنه برضو حاجة من الحاجات التقيلة ما بين العيش وما بين الكيك وبدأ السكر يتكرمل اللي في التفاح وحيبتدي يستوي وحياخد وقت أطول من الكيك لأنه القوان بتاعه أتقل شوية العيش اللي بعد كده أو الرغيف اللي بعد كده أو اللوف اللي بعد كده بالجزر قصدين أن احنا ندخل للولاد تفاح أو كمترة أو موس حسب حتحطوا إيه وممكن تحطوا التلاتة مع بعض ممكن تحطوا تين كمان يبقى حلو جدا أو نحط جزر والجزر كمان ممكن تحط معاه شوية كوسة مبشورين عندي بتين تلتين كوباية من الزيت كوباية من السكر الأبيض تلت تربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا أو البيكاربوناتو أو بيكاربوناتو السوديوم عندي معلقة صغيرة من القرفة معلقة صغيرة من جزط الطيب نص معلقة صغيرة من الملح كوباية ونص من الجزر المبشور ناعم بعد كده عندي نص كوباية من عين الجمل المجروش ثلاثة اربع كوباية من الزبيب كوباية ونص من الدقيق الابيض هعمل ايه الدقيق هحط عليه رشة الملح البيكينج سودا القرفة جسط الطيب عين الجمل الزبيب والجزر هنقلهم بقى في البولات كبيرة اللي انا اساسا مجهزاها عشان اخد راحتي في التقليب والجزر المبشور ونقلب كل ده مع بعضه كويس يا انجي انجي ازايك ايه اميرة ازايك اعمل ايه الحمد لله ازايك انجي الحمد لله حبيبتي كله تمام طيب الحمد لله انا بس حاجة اقولك نفسي جدا على الوصفات الجميلة اللي بتعمليها بسلميل يا رب وممكن معلش هستأذنك بليز الوصفة بتاعة المونكي بريد تاني لو تحصلها على الشاشة طبعا حالا حاضر عناي اللي مساء السؤال تاني معلش سريع كدة هى 아니고 wprowadلا حالة تحط ربع ساعه في الفرن او partager اا 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 أي معجنات لا أي معجنات من 10 دقايق لتلت ساعة ما تزيدش عن تلت ساعة أبدا وما تقلش عن 10 دقايق أبدا أي كوكيز أو بسكوت ما يزيدش عن من 8 دقايق ل 12 دقيقة لأي حاجة أي نوع أي صنف ليه؟ لأنه حينشف بعد كده هيقسى وحيبقى مش حالو بشكرك جدا وحقولك الوصفة تانية حاضر عناية أنا عندي هنا بيت عايزين تحطوا معا فانيليا أوكين مش حتى فانيليا لأن عندي جوز تتسيبه والقرفة وحيشيروا الزفارة بتاعة البيض أشكركم جدا العجينة السحرية معاكم على الشاشة اللي هتحولوها المانكي برد بعد ما تخلصوا وتعملوا الكور وتسيبوها تسترية حشر دقايق كمان بعد ما خبرت هتنزلوها في الخليط بتاع الزبدة والسكر والقرفة هنا حطينا البيض هنحط عليه السكر وابتدي أضرب لما يبتدي يختلط هبتدي أنزل عليه سرسوب من الزيت واحدة واحدة عفتح هننزل خليط الدقيق رشة الملح قرفة جزط الطيب عين جمل زبيب وجزر هخلط بإيدي بالسباتلة عشان الخليط تقيل مش حيمشي في السلاح بتاع العجان وحيبوازه العجين التقيلة دي اللي هي زي ما بقول لكم كده هي ما بين العيش وما بين الكيك وبيبقى اسمه عادة باللغة الإنجليزية لوف دول بيبقوا تقال زي ما انتم شايفين كده ما هماش خفاف زي الكيك وده بيخليهم ياخدوا وقت أطول شوية في السوا في الفرن عن الوقت بتاع الكيك ماشي؟ وبيخليهم ما بينفشوش قوي ولا يععلوا قوي زي الكيك بيبقوا أقل شوية نبتدي نساوي كده وندخلها الفرن هتقعد قد ايه في الفرن؟ هتقعد من ساعة لربع لساعة من ساعة لربع لساعة درجة الحرارة 180 الفرن محققهم قبل ما دخل اللوف الشوام الشغالة المروحة شغالة لو موجودة الرف في النص اهو انا ادخلها دلوقتي مع اللوف بتاع التفاح المفروض ان انا ما فتحش عليه خالص انا فتحت عليه مرتين بس معلش انا عشان عاملة نسخة فمتطمنة لكن انتم مفروض ما تفتحوش عليه عشان ما يهبطش ان شاء الله ان شاء الله هنلحق ان اطلعه لكم الجزر مش هنلحق لكن التفاح بتهاية لي هنلحق ان اوريه لكم طيب زيهم زي اي كيك لما حيطلعوا من الفرن اول ما حيخلص سوا حطفي الفرن واسبهم جوه خمس دقايه حوارب باب الفرن واسبهم خمس دقايه حطلعهم طول ما هم سخنين عليهم فوطة نضيفة اول ما يخلص يبقوا في درجة حرارة الغرفة اقفل بقى وكيس كويس قوي عشان ما ينشفوش طيب عايزة عاملهم يا اميرة في صواني الكابكيكس ينفع ينفع جدا عايزة اشيلها زي ما هي كده في الفريزر عشان ادي للولاد يعني كل يوم مع حتة اعمل ايه هشيلها في الفريزر زي ما هي متكيسة كويس جدا بالبلاستيك راب اه وكل ما اجي ده التفاح اللي جنبه الجزر اللي هو الاصغر شوي اه حاجي بعد كده اه لما اجي اطلع هطلع اللوف كله هاخد منه السكينة اهيه عشان انا عايزة اقطع هاخد منه الحتة اللي انا هستخدمها للولاد هقطع منه الحتة اللي هستخدمها للولاد وبعدين هدخل الباقي تاني مقفول في الكيس اهو بصوا القوام اللي هو ما بين الكيك وما بين العيش اهو 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 هاخد بقى مثلا حتة او حتتين للولاد الباقي هعمل فيه ايه هكيسه كويس جدا واشيله تاني في الفريزر هنا اللوف بتاع الجزر اهو عايزين تحطوا معا كوسة حطوا معا كوسة زريف جدا 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 عايزين زي ما بقولوكو تعملوه في ثواني الكوب كيكس فتبقى الحتة بحتتها للولاد كل يوم الصبح وفيش مشكلة خالص طيب اما اجي افكوا اعمل ايه احطوا على الترابيزة انا عارفة ان انا هحط للولاد بكرة هقطع حتتين واسبهم ملفوفين كويس قوي على الترابيزة لتاني يوم افتقرت الصبح قبل ما صحي الولاد اقوم حطاهم على الترابيزة بكيساهم برضو واسبهم يهدوا لحد ما الولاد يصحوا وهما نزلين عبال ما يوصلوا للمدرسة هيكون فك معهم تعالوا نطلع فاصل ونرجع نجاوب على كل الاسئلة ونعيد كل الوصفات عملناها ازاي استنونا اهلا بكوا بعد الفاصل وصفاتنا النهاردة لاسبوع الاطفال كانت العجينة السحرية طلعنا منها المونكي براد نقدر نعملها سادة يا اميرة نقدر نعملها سادة نقدر نحشيها اي حاجة تانية غير الكوتنج بتاع الزبدة والسكر والقرفة قايم نقدر نعملها سادة وبعدين نحشيها للولاد ساندويتشات قايم بعد كده عملنا اللوف بتاع القرفة والطفاح وبعد كده عملنا اللب الجزر معاكم واحدة واحدة حنراجع عملنا ايه وكانت ايه المقادير وكانت ايه الخطوات واهم حاجة انه كل ده زي ما اتفقنا بيتخزن في الفريزر هيقعد قد ايه وقت في الفريزر هيقعد من شهر لشهر ونصف اهم حاجة يكون من الكيس كويس جدا يكون محطوط مش فرافة فيه اي حاجة فيها بصل او طوم او او حاجة زي كده وحطلع منه على قد ما حاخد بالزبط يا اما حقطع وكيس تاني ودخل يا اما حعمل اصلا في الثواني بتاعت الكوب كيكس عشان ابقى عارفة المقدار اللي انا حاخده على طول فيه ناس بتعمل حاجة تانية بتعمل اللوف كامل على بعضه وبعدين تقطع حتتين تشيلهم حتتين حتتين حسب ما حتاخد للولاد الطريقة اللي تناسبكوا وعملوها برحيتكوا خالف معاكم العجينة السحرية على الشاشة عملنا ايه حطينا كل المقادير الجفة على بعضها نزلنا عليهم الزبادي والزيت بعد كده نزلنا المية واحدة واحدة لحد ما اختلطت وقفنا مية وبعدين عجلنا لمدة عشر دقايق خمرنا بعدين عملنا كور صغيرة سبناها ترتاح عشر دقايق بعدين عملنا خليط من الزبدة القرفة السكر نزلنا كور دي فيهم وبعدين حطيناهم تعملوهم كده طبقات قادي شكل تعملوهم خلية نحل قادي شكل تعملوهم في الكوب كيكس قادي شكل ثلاث أشكال من نفس المنتج انتوا طبعا اعملوا اللي انتوا عايزينه براحتكو خالص لما تخلصوا عشان نرجع العيش اللي بالقرفة والتفاح بعد كده عملنا العيش اللي بالتفاح او اللوف اللي بالتفاح والقرفة حطينا السكر الابيض عليه الزبدة بعد كده نزلنا عليهم البيض اللي كانوا حطينا عليه البانيليا بعد كده عملنا الدقيق مع البيكينج باودر مع رشة الملح نزلناهم عليه واحدة واحدة بعد كده نزلنا اللبن اختلطوا كله تمام حطيناه في صنية كنا بقى حطينا المكعبات بتاعة التفاح مع السكر البني مع القرفة وخلطناهم مع بعض حطيناهم على وش الرغيف ودخلناهم الفرن بعد كده عملنا مع بعض العيش او اللوف اللي بالجزر حطينا في العجان البيض مع السكر نزلنا عليهم سرسوب من الزيت واحدة واحدة خلطنا البيكينج سودا مع القرفة وجسط الطيب والملح والجزر والعين الجمل والزبيب ودقيق نزلناهم عليه واحدة واحدة واحنا بنعمل باليد مش بالعجان عشان الخليط سقيل بعد كده حطيناه فيه الصنية ودخلنا الفرن خلينا نقول مدة التسوية ودرجة الحرارة المانكري برد حياخد درجة حرارة من 200 لـ 220 مدة من 10 دقيق لربع ساعة اللوف بتاع التفاح واللوف بتاع الجزر حياخد درجة حرارة 180 الرف اللي في النص الشواية مش شغالة والمدة من ساعة لربع لساعة المروحة شغالة في كل الوصفات اذا كانت موجودة وقتنا ايه؟ عندي سؤال واحد بس اجاوبه بسرعة قبل ما نختم عشان متأجل بقله كذا يوم الملك تشيك الملك تشيك يا جماعة اساسه الايس كريم الفانيليا او اي نوع ايس كريم وشوية سائل السائل ده يكون عصير يكون لبن يكون كريمة يكون مية بعد كده عايزة احط معاه بقى اي نوع من انواع البسكوت اي نوع من انواع الفكهة هيتلع ملك تشيك خطير بفكركم دايما ان احنا معاكم من الحد للخميس من 4-5 ساعة الهواء اعادة الساعة واحدة الفجر اعادة تانية الساعة 7 الصبح cbcsofra.com cbcsofra على الانستجرام على الفيسبوك على اليوتيوب واميرا شانا ببرنامج اميرا في الموضوع بالعربي على الفيسبوك استنونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة